تراجع حجم مصادرات الخضار والفاكهة خلال ستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى نحو مائة ألف طن وبنسبة 13% عن ذات الفترة من العام الماضي بحسب بيانات السوق المركزية في ظل تراجع الصادرات من الخضار والفاكهة نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حمد طالب إلى تفعيل الاتفاق السابق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في العام 2019 وأن يكون اقتطاع الضريبة على مصدر الخضار والفاكهة على شكل مبلغ مقطوع حسب الطن بدلا من نسبة مئوية وفقا للربح والخسارة وأوضح أن هذا الاتفاق ما زال في أدراج الحكومة رغم الصعوبات التي تواجه المصدر مع إغلاق معظم الأسواق الرئيسية أمام وجود تحديات أمام دخول أسواق أخرى وتحول عمل المصدر إلى شكل موسمي المصدر الأردني عماله بيدفع ضريبة الدخل وللأسف أنه إحنا تم التوافق مع دائرة ضريبة الدخل بالتوجه للضريبة المقطوعة وتم إقرارها من مجلس الوزراء اللي بدورهم حولوها إلى دوان التشريع والله فترة طويلة لغاية الآن ما خرج إلى حيز الوجود نتمنى أنه من دوان التشريع لإسراع في هذا الأمر لأنه أمر مهم بالنسبة لأنه ضريبة الدخل بتشكل عبئ كبير على المصدر الأردني ترجمة نانسي قنقر